كاد تسريب معلومات عن دهم مكاتب تحويل أموال لدعم تنظيم داعش الإرهابي يفشل جهود الأمن العام اللبناني لاعتقال المشتبه فيهم وتوقيفهم لكن المهمة أنجزت لتستكمل بدهم نحو تسعة مكاتب لتحويل الأموال في مناطق الحمرة والطريق الجديدة والرحابة مديرية الأمن العام صرحت أن الموقفين من هذه الشركات اعترفوا بانتمائهم إلى شبكات إرهابية قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل التنظيمية عبر جرود عرسال ومنها إلى القلمون في سوريا وذكرت مصادر أمنية أن نقل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي كان يجري عبر طريقين حمل أموال نقدية من بيروت إلى جرود عرسال ثم إلى الداخل السورية وذلك عبر شاب لبناني ينقل الأموال من مكاتب شركات في بيروت إلى الجرود مشترطا عدم حمل أكثر من 20 ألف دولار في كل مرة وقد استمرت هذه العمليات يوميا قبل عام 2015 ولاحقا انخفضت وطيرة العمل عبر عرسال بما يوحي بأن الأموال باتت تنقل حصرا لتمويل مسلحي داعش في جرود عرسال لا لنقل الأموال إلى الرقة أما الطريق الثاني فيمر بتركيا إذ تسلم الأموال في بيروت لمكتب كيوس كاتل الصيرفة على أن يقبض الشركاء المال من تركيا بعد حسم العمولة ولاحقا يتولى أفراد في العصابة تهريب الأموال نقدا إلى تركيا وترددت معلومات تفيد بأن المبالغ التي ثبت بالمستندات أنها نقلت في غضون ثلاث سنوات بلغت أكثر من 20 مليون دولار وأكدت مصادر مطلعة على التحقيقات أن هذه الشبكة المعقدة من الأفراد ومكاتب الصيرفة تضم متعاونين في تركيا وعدد من الدول العربية